جميل أن يحرص المسلم على صلاة القيام جماعة في رمضان إماما كان أو مأموما لكن الأجمل أن يحتاط من الوقوع في بعض المخالفات المتعلقة بصلاة القيام أو تركه للأولى فيها ومن ذلك الحرص على صلاة القيام أو التهجد في المسجد جماعة مع التفريط في أداء الصلوات الخمس الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار فيأتي الصلاة وقد أصيب بالتخمة فلا يستطيع إكمال الصلاة حضور المصلي للصلاة وفي ثمه أثر لروائح كريهة من ثوم أو بصل أو نحو ذلك وفي الحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا الخروج إلى المسجد مسرعة والسنة التزام السكينة والوقار ففي الحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إعوجاج الصفوف ووجود الفرجات والخلل فيها الإسراع في الصلاة والإخلال بأركانها وعدم الطمأنينة فيها بدعوة تخفيف على المأمومين السرعة المفرطة في تلاوة القرآن بحيث يفوت المأمومين تدبر آيات القرآن اعتقاد وجوب ختم القرآن ولهذا تحصل السرعة في القراءة لدرجة الإخلال بها الاعتداء في الدعاء برفع الصوت وتكلف السجع والإطالة فيه الصراخ والعويل أو التكلف في البكاء فهو مدعاة للرياء وفيه إزعاج للمصلين وما هو من هدي السلف رضي الله عنهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا إذا بكى سمع لصدره صوت يجيش فيه من البكاء كصوت القدر عند غليانها التأثر بالدعاء دون التأثر بالقرآن والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله انشغال بعض المأمومين بالكلام وانتظارهم حتى يركع الإمام فيدخلوا معه في الصلاة وفي هذا تفويت لتكبيرة الإحرام وترك لمتابعة الإمام الانشغال بالمصحف والنظر فيه داخل الصلاة أثناء قراءة الإمام وفي هذا من المخالفات كثرة حركة اليدين وترك سنة القبض ووضع اليدين على الصدر وترك النظر إلى موضع السجود وغير ذلك اكتفاء بعض المصلين بأربع أو ست ركعات مع الإمام والانصراف عنه لغير حاجة أو ضرورة وفي هذا تفويت لأجر عظيم ففي الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فاحرص على السلامة من تلك المخالفات واحتسب عند الله أجر قيامك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه